احنا نسلط يعني الضوء على كل الرياضات اه احنا بطبيعة شعبنا يعني ان كرة القدمة ايها بتحصل بالاتمام رقم واحد بس لما بيبقى فيه لما بنعمل بطولات انجازات فيش منع طبعا احنا مش مش قصة بس فيش منع مطلوب من انا هكا علام ان احنا نسلط الضوء على الرياضات دي احنا عندنا طفرة في المنتخبات الفرق الاندية في مصر على صعيد القارة الافريقية تقريبا احنا مهيمينين على كرة اليد وكرة الطيرة والسلة شايف احنا فين من المستوى الدولي لا طبعا احنا نتكلم اولا على المستوى افريقية الحمد لله طبعا في الرياضات الجماعية السلة اليد الطيرة لا المصر هي الحمد لله رقم واحد او رقم اتنين احنا ما اخسرنش غير بطولتين اتنين على مستوى افريقيا خلال السيزون الحالي بطولة افريقيا للطيرة للرجال مباراة الزمالك وبو سالم التونسي وبطولة البطولة التانية الفريق اليد السيدات تمام ده عشان احنا احنا اصلا مفيش اليد السيدات برضو نفس الفكرة بتاعت منتخب سيدات كورتا وقدم كده المنتخب كانت حل فترة بعدين رجع فبعدين بنرجع تاري بنبني منتخب من اول وجديد لكن بالنسبة بقى للرجال نيجي بقى في الحاجات اللي هي دلوقتي بقى توصلت الموضوع ان هو بقى يدخل دخل كبير جدا للاندية الرياضات الاخرى الاول كانت على طول عامل سلبي على الاندية ان هي دايما بتصرف ما بيتدخلش لكن لا دلوقتي بيتدخل يعني مثلا البي ايل اللي هي الافريكان ليج بتقام تحت الان بي اي بسك بقول افريكان ليج بالزبط بتقام تحت تنظيم الان بي اي البطولة مدخلة للنادي الاهلي الى اللحظة اللي احنا فيها دي خمسة وسبعين الف دولار للصفقات ومتين وخمستاشر الف دولار يعني ايه خمسة ومين الف دولار للصفقات في الصفقات وحنا بنيجي اول ما انت حجيك بتبدأ كفريق هتشارك خلاص في البي ايل فانت خلاص تأهلت عن بلدك مصر مثلا بتأهل منها فرقة مجموعتين بيتم تقسيمهم مجموعة الصحراء بتقام في دكار ومجموعة النيل بتقام في القاهرة اول سيزون كان مجموعة واحدة وقيم في رواندا السيزون التاني والتالت اللي هم احنا فيهم حاليا تم تقسيم الى مجموعتين مجموعة النيل ومجموعة الصحراء مجموعة النيل بتقام في مصر ومجموعة الصهرار بتقام في السنغال بتيجي انت كفريق بتاخد 75 ألف دولار من إدارة البي ايل كدعم عشان تجيب لعيبة عشان يبقى فيه مستوى عالي فجيب جماهير أكتر فتكسب فأنا أكسب فاحنا الاتنين نكسب يعشان تشتري لعيبة مختلفين 75 ألف دولار بس 75 ألف دولار دول ولا ده دعم ده دعم 75 ألف دولار دول انت حضايا سأنا معرفش قيمة اللعيبة اه اه لأ انت بتكلم مثلا بالضبط انت هتجيب مثلا لاعب مثلا مايكل فاكوادي مثلا جاي مثلا بعشرين ألف دولار تمام مثلا أنا ما بقولش رقم عشان بس الناس تقولش ان هو جاي بكذا هو جاي هيجي مثلا في الاهلي عشرين ألف دولار مايكل تومسون عشرين ألف دولار لانه هيجي يلعب متشاط المجموعة خمس مباريات وهيجي يلعب التصفيات ثلاث مباريات اه دفعه اوكي اه ده هو مش لعيب بشكل زي مثلا في كرة القدم اه دوري أبطال اه هو فقط بينعب للبطولة فقط اوكي فبيجي بتاخد خمسة وسببين ألف دولار بحيث ان انا ما بيبقى عندي قوة وبطلع لعيبة وباخد باخد دعم فانا بالتالي في الناحية التانية باخد باخد رقم مية خمسة وسببين ألف دولار كمكافئة المركز الأول للنادي الأهلي هو الاهلي حصل عليهم والسنة الجاية الاهلي خاد خمسة وسببين ألف دولار للصفقات الجديدة لان الاهلي هو المؤهل للسنة الجاية لان طبعا النادي الأهلي بتشهد بيشهد فترة وطفرة كبيرة في كرة السلة خلال اخر مسلمين طبعا بقيادة جوستي بوش من مساعة ما التعاقد مع النادي الأهلي وفي طفرة كبيرة جدا في المستويات وفي البال لا قدرنا ان احنا ان انت تاخد في النهاية بطولة كبيرة للسيزون التالت لها مصر تاخدها مرتين اشتركوا في القناة